كابتن خالد الغندور كابتن خالد الغندور وأنا هبطل أقول الفطوتة زي ما اتفقت معاكم لأن انا اتفاقت معاكم ان احنا هنطلع عليه لقب نقيب الصياح نقيب الصياح عن جدارة وعن استحقاق كابتن خالد الغندور طلعي في فيديو طبعا الصياح بتاعه ما يوقفش عند محمد شيحة يعني ما يوقفش بس على انه كان جاي بمحمد شيحة وقعدوا الاتنين يعياته مع بعض على التليفون وكده وقعد بايس اخه محمد شيحة ويقول له مجلس الادارة بتاع الاهلي لازم يطلع بي وجمهور الاهلي وهما اللي عملوا وهما اللي يعني يلفوا الاتنين مع بعض. كابتن خالد الغندور كمبادئ الصياح من بدري بصراحة من قبل مكالمة محمد شيحة. وزي ما شرحت لكم الفرق قبل كده ان كابتن خالد الغندور على قناة بيبقى يعني راجل زمالكوي بس حياء دي بيقعد يتكلم كده بالراحة وبالعقل ويقول لك بص يا كابتن لو سمحت احنا هنا بنتكلم على رواحة لكن في قناة الزمالك بيبقى واحد تاني خالص بيبقى ابن النادي اللي ملفوف بعلم النادي من يومة ولده ببقى حرمها ليه ياد؟ وكده فا هواريكو كابتن خالد الغندور كان بيعمل يا قناة الزمالك وبعده هنالك عدتكلم. النهارده 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 النادي الاهلي بياخد تلات نقط. وهو عنده لسه متشاط كتير هايخد كده كده جده دوري. تلات نقط. بزلم باين كرة مجادش في اليد خالص. مجادش في إيد اللعب نهائي. واللعيب يعيني. كان نهار ده باري المحمدي عشان الاخ محمد هاني باري المحمدي نهار ده مش هلقه ماتش الدخليه اللي هو اهم ماتش خد الانزار التالي كان فاكت حمز الجمل قال له محدش اعترد عالحكم محدش يفتح بقه عالحكم سيبوني انا اللي اتكلم لان هو محتاجهم ماتش الدخلية ماتش الاهلي ده مؤجل النهار ده هادا اسماعيل بجيب هدف التعادل هاداك بتلغهوله وجاي بزاوية مش واضحة واحمد الغندور اقتنع بالزاوية اللي مش واضحة وانت عندك زاوية واضحة ان الكرة ماتش في الايد خالص وضربتين جزاء الاولى ما تحسبهاش والتانية مليون في المية الشبراوي رايح انفراد من عبد منقب وخده في ظهره وانا بجري اي واحد هيزقيني من ظهري كده زاقة خافية خلاص هو مش دعوه بالكورة هو مش كتف في كتف هو مش مستحوز على الكورة الشبراوي رايح هو وجود واللاعب بيلزق فيه من ورا ويزقه يزق اي زاقة ولا بجري اي زاقة بتقعني لا محصف لها لا فاش حاجة الفور ما قال ليش احمد الغندور يا نجم انت نجم يا احمد الغندور نجم ما تخافش الاحلوية بجدعان معاك ايه يا جماعة ده ايه يا جماعة ده بجد الواحد بجد ايه ده نفسنا بقى يكون فيه تحكيم عادل بقى نفسنا بقى يكون فيه نظام وسيستم طيب كابتن خالد كان بيصح في حاجتين الحاجة الاولانية هي التحكيم والحكام ازاي وليه وحرام وكده وان الجن بتاع الإسماعيل كانجون وان هم ضربتين جزاء فية كورا ما عرفش هو بتكلم عليها لانها ضربت جزاء ele بقى الل Isa ما عرفش هو بتكلم عليها بس الكورة التانية التي هو قعد يحلف عليها أنها ضربت ايه 譜 بتاعت الشبراوي انا مش عارف ليه كابتن خالد يعني انا مفهمتش ويانت بتشرح ليه بتقول edition ممكن يزلق اني من وره كده انا يعرفش انت ممكن تتزاق من وره كده ما التازق فيك من وره الحاجت انا اسهل حاجة اعملها اسهل حاجة اعملها ان انا اجيب لك الجوم بالتصوير البطيء يعني بص كده بين اي انها جات في ايده بس انا عارف ان ضميرك في اجازة يعني انت ضميرك في اجازة مش عشان اجازة العيد اللي فات ده لا هو تقريبا في اجازة عيد من سنة 2004 تقريبا بس يعني ده مش موضوعنا يعني سيبك من ضميرك رجع ما رجعش ده حاجة تخصك انت ده حاجة بتاعتك انت زي قلتلك الله اعلم انت بترجع تعب مع اهلك ازاي يعني او تعب مع الناس انت تعرفهم ازاي بس انت حر يعني كل واحد حر المهم يا كابتن خالد ان زيبك من لقطة الجون الكرة انها بينا انها جات في ايده والكلام ده بس انا كنت عايز اتكلم معك في لقطة كده يا كابتن خالد هو ليه اللعيب ولا احتفل بالجون ولا اعترف بعد ما الجون اتلقى مش عارف بصراحة كابتن خالد هل مسلا تفتكر عشان هو كان عارف ان الكرة جات في ايده فهو اللقطة بينا بعد ما الجون جيه هو ما احتفلش هو لفه ومش يعارف ان الجون هيتلغي وبعد ما الحاكم لغى الجون بص الحاكم بيلغى الجون بص ومشي الناحة التانية هل تفتكر عشان كده ولا تفتكر ايه يعني انت ايه رأيك بايب سيبنا من لقطة الجون ونتكلم في لقطة ضربة الجزاء الشرح المنطقي اللي انت بتقوله العادة كابتن خالد لو حد بيسمعك بس من غير ما يشوف الاساسة اللي انت بتتكلم عليه بتبقى مخنع جدا ان لعيب لعيب وراه آآ طبيعي ان انا اي لمسة هزوقك هتوقع على وشك هتبقى بلن وهنا هنقسم موضوع لجزئين اول نقطة ان اصلا محمد عبد المين ما كانش ورا الشبراوي يعني الف سلام على نظرك انا بلبس نظارة النظر عمتا عشان كده على طول بطلع الفيديو بالنظارة لان دي نظارة نظر شمس مش شمس بس شوف انا بعترف هو عادي ان انا عمدي مشكلة يا حرام لو قلعت النظارة ما بشوفش. انا خايف تكون انت بتلبس النظارة وبتقلعها ما بتشوفش. انا خلينا وريك اللقطة كده وبعدين نرجع نكمل كلامه. اعتقد اعتقد يعني دي كده اسمها محمد عبد المينعم جنب الشبراوي مش ورا الشبراوي الا لو انت في عندك مشكلة تانية في الاتجاهات ونبتدي نعيد مع بعض بقى الدروس بتاعت ابتدائي بتاعت شرق وغرب وشمال وجنوب وورا وقدام ويمين وشمال يعني هيبقى الموضوع صعب علينا قوي فممكن نبقى نرجع ساعتها من بدري. بس اللقطة الاجمل من ديها كابتن خالد ان السنة اللي فاتت كان فيه لقطة بالشرح اللي انت بتقوله بالزبط بالزبط ومع الاسماعيلي برضو سبحان الله وساعتها ما تحسبتش بلل الاسماعيلي كان حازم امام دخل شال الواد تماما يعني هو مش الاتحان بقى هو شاله يعني هو عارف دي تحسبت ايا كابتن خالد مش بس ما تحسبتش بلل دي تحسبت هند بول على لعب الاسماعيلي وبعدين بتتكلم في الحكام والظلم وبتاع النقطة التانية اللي انت اتكلمت فيها الجمهور وكره الجمهور والزعي والجمهور والتجاوزات من جمهور الاهلي اللي مش من اول مرة تحصل. فخليني برضو وريك مع الاسماعيلي برضو انا مش اروح معك في حيط بعيدة جمهور الزمالك وهو بيرحب بولاد عمه بعد ما وصلوا الاسماعيلية والحب المتواصل بين الناديين كابتن خالد انا قلتلك قبل كده بلاش انا فعني لو انت غاوي لو انت الموضوع عجبك فانا ما عنديش مشكلة زي ما قلتلك ان دي هتبقى فقرة واضح انها هكامل معنا شوية ان انا مش قصد غيزك بس حط السياح ده في الدرج لانه مصيح مالوش اي اساس من الصحة.